طيب الوقفة الثالثة قال اما مسألة ان يجري الله النفع على يد حي او ميت فهذا امر يدخل تحت القدرة الالهية اما مسألة ان يجري الله النفع على يد حي او ميت فهذا امر يدخل تحت القدرة الالهية الحي ده تروي عرفناه ممكن ينفعك تقول لي يا فلان جيب ليه موه هو حي وحاضر جيب ليك وزموه يديك ليه ده نعمل النفع بالمناسبة لكن هنا خلافنا مع الصوفية دعاة الشرك والضلال والبدع انه الامور التي لا يستطيعها الا الله دي لا بقدر لا حي لا ميت والامور التي يستطيعها العبد دي الميت ما يستطيع الا العبد الحي لكن الامور التي لا يستطيعها الا الله لا حي لا ميت ما يستطيع لكن الجفري عقيدته خلاف الكلام ده هي عقيدة شركية قال مسألة ان يجري الله النفع ليت حي او ميت فهذا امر يدخل تحت القدرة الالهية القدرة الالهية قدرة الله طيب الله قال سبحانه وتعالى قال اذا مات ابن ادم قطع عمله هذه والدوينة لجفري قالوا على لسان ابن الله سلم لأنه كلام الرسول وحي من الله في النهاية وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي ينوحى ان قطع عمله الا من ثلاث وذكر صدع قجارية ولا الصالح يدعو له وعلم ينتفع به هذا ده يلا ينفع كيف زي ما بيعتقدوا صوفية انه زل واحد ما موت يموت يمشي يدعو يقول لنا زل لنا المطر يقولوا بنزل لنا المطر الدين الجنة الدين الجنة ده القاصد الجفري الصوفي الضال ده عية الشرك والكفر والبدع والضلالات ده ما ممكن قام السدلة قال بقصة المعراج ان موسى عليه الصلاة والسلام كان سبب في نفع الامة في تنقيص الصلاة من خمسين الى خمسة وانتفاع سيدنا وانتفاع الامة الاسلامية بتدخل موسى في اشارتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ان يطلب من ربه التخفيف خير شاهد على ذلك اول حاجة اجد دي معجزات للانبياء ومعجزات الانبياء لا يقاس عليها ابدا ما يقاس عليها تقول لي تقول لي دي معجزة لنبي شيخ الصوفية يقدر يعمل زيهم لانه شيخ الصوفية ما انبياء ولا في نبي كان صوفي اصلا ولا في زل صالح هو صوفي في النهاية يعتقد العقائد الشركية اعني تعت الصوفية الموجودة الليلة فتقول له كلام باطل ما يقاس على معجزات الانبياء والكلام بتاع الصوفية انه الاولوي بيجيب زي المعجزات بتاعت الانبياء زي ما قال البراي ألم ترى ان الله ايده بما يقوم مقام المعجزات يناسب كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما اتت وهي انثى للذكورة تقلبه ده كلام شرك وكفر بالله وباطل لانه ربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وحياء الموت كانت معجزة لعيسى فلا يمكن ان تكون لولي ده اذا كان شخص صوفية اوليانا هيك انه كلهم على ضلال ما اولياء لكنهم بيقول اولياء ما ممكن يجيب معجزات الانبياء لمعلومة واحدة اعظم معجزة شنو الصوفية بيقول الاولياء بتاعنا الصوفية بيجيب مستطعين يفعل معجزات الانبياء طيب اعظم معجزة شنو القرآن لا ينصوف يجب لنا القرآن بس اعظم معجزة القرآن فتقول له كلام باطل ولا يستطيع احد ان يأتي بآية ولا كلمة واحدة من هذا القرآن العظيم الذي انزله الله سبحانه وتعالى وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان